السلام عليكم النهاردة هنعمل معاكم احلى سمك كده بطعم جميل جدا سمك بلتي يا جماعة طعم وريحة لا يقومه بجد تحفه وكمان ايه صحي 100% السمك البلتي بجد ومن غير يا جماعة زي يعني مزيت كتير 3 معلق زيت بس يعني ايه لعملين الضيت هيكلوه لعملين نظام صحة هيكلوه والناس الطبيعية هتاكلوه صنية سمك بخلطة رهيبة جبارة السر في الخلطة بتاعتنا عزة تعرف الخلطة والسر اسمعي الفيديو بس للاخر كده وصلى عن النبي ويارت تشتركي في القناة ويارت ايه تعملين لنا لايك للوقت بقى نخش على الوصفة بتاعتنا معانا كده ايه من اتنين كيلو من السمك البلتي انا جبتهم كده ومنظفهم اكينك راح تنظفي ايه سمك ايه هتقليه تمام بعد ما قال ايه نظفناه بتديت كده قطعه كده ايه السمك بتاعي كده هو تقطيع كده زي السمك الفلي جزل كده يعني السمكية كده بقطعها اربع جزل بقطع كده زي السمك الفلي والستكينة بتاعت كده يا جماعة تب حمية يفضلنها تب حمية وما تقطعيش في المقص المقصة هيهر معاكي السمكة تمام والسمكة بتاعتك طبعا تبقى جمدة وحلده البلتي بقى يبقى جمد وحلو كده طازة كده تمام عايتك ما بتعرفش تنظفيه خلي الراجل السماك ينظفه لك عادي تمام جبنا بقى الخلطة بتاعتنا اللي هنضربها في الكبه في الخلطة اي حاجة بصلة يا كبيرة وقرنفلفل اصفر وقرنفلفل احمر وقرنفلفل اخضر ونصر راسطهم مقشرينها وكل دوت فلفل عادي بارد يا جماعة حسب برغبتك تمام قطعناهم كده وهنحطهم بقى في كبة الخلاط وهنحط معهم الدوم بقولك الخلطة دي جبارة سمك جميل جدا احلى صنية سمك في حياتك هتكليها ونص كباية من الماء عشان تمشي معنا الخلاط البهرات بتاعتنا بقى نص معلقة من الفلفل لسود ونص معلقة من الكمون وسنة من الشطة وهنحط معلقة صغيرة من الكير هنحط بقى ايه كده هوت سنة الشطة كده بتدينا طعم حلو كده كمان في السمك يا جماعة صلنا بسيطة هنحط لامونتين عصرناهم كده عصير لامونيا عصرناهم كده اهم حاجة ما ايه اه خلي بالك من البسر عشان مش يديكي مرارة للسمك بجدة احلى صنية هتاكلوها طمط مية كده واحدة كده تدينا تسكيرة كده ايه للخلطة بتاعتنا بجدة تحفا تلت معلقة صغيرين من الملح والملح ده حسب ايه رغبتك وما تلت معلقة صغيرين من معلقة البهرون هنبتدر نضربهم بقى ضرب حلو كده من بعد ما ضربناهم كده هوت هنبتدي بقى نحط نصوهم خلي بالك الخلطة دي هناخدها على ايه مرحلتين النص هنحطه على السمك والنص التاني هنركنه هنبتدي نقلب السمك بتاعنا كده مع بعضه يعني كده في التدبلة تخش وتدي كده مع السمكة وهنسيبها عشر دقايق عبر ما نحضر بقى بقى بقيت الخلطة بتاعتنا بقى بقول لك هتاكل احلى صانية هتدعيلي عليها والله الناس اللي عم ننضايت والناس عندهم ضغط جميلة جدا جدا تحفا تنفع العزايم اي حاجة اه ودعنا بقى للسمك المالي وعدين احنا عارفين الزيت غالي تمام بقى دي كلاس ابتهم عشر دقايق قلت احضر بقى الخلط عبر عن فلفل احمر ارني فلفل احمر ارني فلفل اصفر ارني فلفل اخضر بصلاية اه طمط مكتين ودي بقضلات بطاصيتين جبتهم وغسلتهم وقشرتهم قلت ايه اعمل معكم واحدة صغير بطاصية اعمل هلا ايه السمك بتاعكم انا بقطع السمك الشريحة البطاطس رفاية عزا محدكم شايفين ما بقطعاش تخينه عشان دي صانية سمك عادي مش هتاخد حاجة بقولك السمك البطاصية هي رفاية تمام جبت الصانية مده هنتهاش اي حاجة وحطت البطاطس فيها غسلتها وحطتها وحطت كمان فلفل احمر وفلفل اغضر كل واحد منهم ارني وبصلاية كبيرة برضو شرايح وطمط ميتين شرايح وكمان لامونتين عملتهم مكعبات تمام احط بقيت التدبيلة بتاعتي اللي كانت ايه في الخلاط هبتدي اقلبها كده مع بعضيها كده هوت تمام بعد ما قلبتها كده ابتدي احطها لبقى برضو ش صغره من الكاري ونص معلقة من الكمون ونص معلقة الفلفل سود ونص معلقة وبرضو معلقة صغره من الملح البهرات اللي حطنا في الاول برضو هحطها تايلي بس نرعي الملح تمام بعد ما حطينا كل دوت تمام بعد ما حطينا كل ده كده حطينا كمان ايه عصير لامون السمك بيحب اللامون حطينا لامونتين عصرناهم حلو بعد ما عصرناهم حلو هننزل الزيت طبعا حطيت الزيت كده يا جماعة بعد ما حطيت الزيت بتاعي حطينا زيت كده كده هوت حطينا تلات معلق زيت بالزبط يكون زيت كده يفضل كون ريحته حلوة اللي بنا كده في البطاطس وفي الخليط بتاعنا شكله كأسان يجوع لوحده شايفين طبعا يا جماعة انا فصلت اا ما كملتش اتكلم يعني في الفيديو فصلت عشانك الادان بيقدن اا بعد ما خلص الادان ابتديت اسجل معكم تمام بعد ما قلبت الخليط دوت ابتديت بقى رس السمك بتاعي كده رسة حلوة كده خلي بالك انا ايه مطولة معاك في الفيديو ده وفي الحتة ديت عشان ايه اوريك رسة السمك بتاعتي تمام اما حاجة رأي رسة السمك بتاعتنا عشان تستوي معنا واحنا ايه بنحطها على النار انا هقول لي قطل التسوية بتاعتها الصحيحة تمام هي مش هتقول اللي هتاخد العملية نص ساعة كده يا جماعة بس هاوريك بقى هنسويها ازيه اما حاجة بقول لك السمكة هيش اه شريحة السمك لان ان قطعها جوها التدبيلة داخلت فيها التدبيل خلي بقلك اه احنا بنرس كده السمك كله كده والخلطة اللي باقية في شايفة في الصينية دي الخلطة اللي باقية في الصينية دي هناخذها دلوقتي ونحط عليها حاجة هنقلبها ونحطها فوق السمك خلي بالك بعد ما رسنا السمك هاو هنخلصه والخلطة اللي بقية في الصينية دي هناخدها برضا عشان نحطها فوق السمك. بس هنحط معاها حاجة تانية. تمام? اهو. انا بتدرس كده. المهم ان انا بقى امسك ايه في مسيحك كده. بعض ادور على مسيحك دوت. يعني ايه مش هحطهم فوق بعض. لا لازم هحطهم كده جنب بعض يا جماعة عشان كلهم ياخدوا ايه نصوص. اه والجوس بتاع ايه? صينية السمك. بعد ما خلصوا كده. بقيت ايه الخلطة بتاعتنا. هتطلقى مع كبار من الصلصة. وبتديت هقلبها حلو تقلب حلو. ليه الصلصة? عشان تحمر معنا السمكة وتخليها حلو. بدلا ما نحط زيت. تمام? ده وفرنا الزيت وكلنا احلى صينية سمك ريحتها وطعمها فضيعة وسحية مية في المية. والزيت غالي. احنا مش عارفين ازت الزيت ده توصل تمانين جنيه وتسعين جنيه. قد انا وفرنا ازت الزيت اهوت. وعملنا احلى صينية سمك نتغدى بها. جميلة جدا. خليكم على الاخر في ده عشان تشوفوا احلى صينية هقدمها لكم جنب السمك. بجد تحفة. والله عايز اقول لك بعد السوى يعني مش هتعايزة الروز ده هتعايزة عيش. حاجة كده حرشة كده حاجة جميلة الصينية دي. بقول لك كده بوزع السوس على كل سمكية. اهي وهشلها وهغطيها بقى بورق الامونيا. اهم حاجة اغطيها بورق الامونيا. بغطيها بورق الامونيا عشان تبدل معايا طرية وحلوة كده يا جماعة ما تنشافش معايا في الفرن. نخلي بالك احنا محطيناها الزيت كتير. هما تلات معلق من الزيت. هنحطها على العين البتجاز. يعني البتجاز ايوة عين البتجاز. نص ساعة على العين البتجاز على نار متوسطة. والنار ايه? العين الكبيرة. بقول لك استوت بعد نص ساعة على نار متوسطة. شايفة? السوس بتاعها هو فيها هوت يعني قصر شوية. وبعد كده دخلتها تحت الشوية. ربع عشر دقايق تحت الشوية بالزبط. عشر دقايق. المش مولى على الفرن. ده هي الشوية. هتاخد اللون وهطلع. يبقى نص ساعة على عين البتجاز على نار متوسطة. وعشر دقايق تحت الشوية بس. تمام? شايفة الصينية بتاعتي? بنلاع عليك. لو لسه بتتفرج عليها ما تنسيش تعملنا لايك. عشان بس الفيديو يرفع معنا. شايفة? جميلة ازاي? احلى. تتاكل حايف. شايفة البطاطس بقى? شايفة شرحت? شايفة السمكة? لونها كده? لا لا لا. طعم خطير. طبعا قدمناها جنبرز وصلة الطحينة وعصير برطقان وصلة خضرة. وبالفة هنوصح. ما تنسيش بقى في اللايك والشير. السلام عليك ورحمة الله بالله برحمة